عنكبوت صغيرة وقفت عالشفاك معها خيوت كتير عملتهم زكزاك بعد شوية لغي ما شدت مي كتير مي كتير العنكبوت بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو لدينا مرشحات مهمة لمادة العلوم للصف السادس الابتدائي وهذه المرشحات تشمل التعاريف وبعض الفراغات المهمة وبعض الجمل التي جاءت في الوزارة أولا نبدأ بتعريف السايكس نبات زينة يتكاثر بالفسائل أمره طويل يمتد إلى خمسين عاما يشبه النخيل ثانيا القلم هو جزء مقطوع من النبات لغرض تكاثره ويسمى تبعا للموضع الذي أخذ منه ثالثا جزء الجنين جزء الجنين الذي ينمو ليكون الجذر مستقبلا يسمى الجذير ثالثا جزء الجنين الذي ينمو ليكون الجذر مستقبلا يسمى الجذير وهذه الجملة جاءت في الوزارة رابعا الساق الحقيقية تعريف الساق الحقيقية هي أحد سيقان نبات الموز تنمو تحت سطح التربة خامسا يسمى الجزء الظاهر من الساق الموز فوق سطح التربة بالساق الكاذبة هذه قد تأتي على شكل فراغات سادسا تركيب يوجد داخل البذرة ويعد غذاء للجنين يسمى السويداء سابعا يعد التكاثر بالدرنات أو الأبصال نوعا من التكاثر الخضري ثامنا تقسم البصل في نبات الثوم إلى أجزاء صغيرة تسمى الفصوص عاشرا يسمى الجزء الأكبر من البذرة بالفلق طبعا هذه الكلمات باللون الأحمر قد تأتي على شكل فراغات أو تعاريف احدى عشر تسمى المراحة التي تمر بها البذرة أثناء نموها بالإنبات اثناء عشر يسمى الجزء الخارجي الذي يحيط بالبذرة ويوفر لها الحماية يسمى غلاف البذرة وهذا جاء في الوزار أيضا ثلاثة عشر يسمى النمو الجانبي الذي ينشأ من قاعدة الساق لبعض النباتات بالفسيلة أربعة عشر تسمى البصلة في نبات الثوم بالفص خمسة عشر يسمى نوع التكاثر الذي لا يعتمد على البذور بالتكاثر الخضري ستة عشر النوع من أنواع الفسائل ينمو مرتفعا على الجذع يسمى الفسيلة الهوائية سبعة عشر النوع من أنواع التكاثر الاصطناعي يتضمن أخذ جزء من نبات وربطه إلى آخر هو التطعيم ثمانية عشر أطول عظام الجسم في الإنسان هو الفخذ تسعة عشر يسمى انتقال الأوامر من الدماغ إلى أجزاء الجسم بالإعاز العصبي عشرون القزحية هنا تعريف القزحية هو التركيب الذي يمثل الجزء الملون من العين احدى وعشرون أكبر أجزاء الدماغ هو المخ اثنان وعشرون تتكون الأذن الوسطى من ثلاث عظام وتحتوي على غشاء الطبلة ثلاث وعشرون تركيب مرن يغلف نهاية عظم الغضروف تركيب مرن يغلف نهاية عظم الغضروف يسمى بالغضروف خمس وعشرون يبلغ عدد العظام في جسم الإنسان البالغ مئتان وستة أظمة خمس وعشرون يبلغ وزن الجلد في جسم الإنسان البالغ نحو ثلاث كيلوغرام ستة وعشرون الأظافر هنا تعريف الأظافر هي أجزاء صليبة تكونها طبقة الأدمة وتحافظ على نهايات الأصابع من العوامل الخارجية سبع وعشرون عضو حاسة التذوق هو اللسان عضو حاسة التذوق هو اللسان ثمان وعشرون الطبقة الثانية من طبقات أجلت تسمى الأدمة وتحتوي على نهايات الأعصاب الحسية وجاء أيضا هذا في الوزاري تسع وعشرون تحيط الجمجمة بالدماغ وتحميه من الصدمات والمؤثرات الخارجية وأيضا جاء الوزاري أحدى وثلاثون العضو الذي تنتشر منه الأعصاب المحيطة الحبل الشوكي يسمى الحبل الشوكي الحبل الشوكي اثنان وثلاثون تراكيب عظمية قرصية قرصية الشكل يتكون منها العامود الفقري تسمى الفقرات ثلاث وثلاثون المفصل هنا تعريف المفصل تركيب عظمية ربط عظمين مع بعضهما أربع وثلاثون يسمى جزء الأذن الحاوي على الصيوان للأذن الخارجية وأيضا هذا جاء في الوزاري خمس وثلاثون تنتشر على طبقة البشرة في جلد الإنسان فتحات صغيرة تسمى المسامات وزاري أيضا جاء هذا ست وثلاثون تسمى الغدد المسؤول عن ترتيب الجلد بالغدد الدهنية أيضا جاء وزاري سبع وثلاثون اكتشف العلماء مئة وثمانية عشر عنصرا يوجد منها أربع وتسعون عنصرا في الطبيعة ثمان وثلاثون يعد التغير الكيميائي التفاعل كيميائي يعد التغير الكيميائي تفاعل كيميائي تسع وثلاثون تحليل الماء كهربائيا يمثل تفاعل تفكك تحليل الماء كهربائيا يمثل تفاعل تفكك أربعون تسمى المواد الداخلة في التفاعل وقبل تعرضها للتغيير بالمواد المتفاعلة أحدى وأربعون الإلكترونات جسيمات متناهية الصغر تحمل الشحنة السالبة وأيضا هذا جاء في الوزاري اثنان وأربعون تسمى المواد الموجودة إلى جهة اليسار من المعادلة بالمواد المتفاعلة ثلاث وأربعون تسمى المواد الموجودة إلى جهة اليمين من المعادلة بالمواد الناتجة أربع وأربعون تتكون الذرة من وحدات بنائية أصغر منها هي تسمى النواة أو الكترونات أيضا جاء وزاري خمس وأربعون تحتوي النواة على نوعين من الدقائق هما البروتونات والنيترونات البروتونات والنيترونات أيضا جاء في الوزاري ست وأربعون الجهاز الذي يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية هو المولد الكهربائي سبع وأربعون وحدة قياس التيار الكهربائي هي الأمبير وحدة قياس التيار الكهربائي هي الأمبير ثمان وأربعون يحدث خسوف القمر عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر يحدث خسوف القمر عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر تسع وأربعون تسمى قوة جذب الأرض للجسم والتي تتجه نحو الأسفل بوزن الجسم خمسون يقاس الوزن بوحدة قياس القوة وهي النيوتن أحدة وخمسون يعد أحدة وخمسون يعد التأريض من وسائل تجنب خطر الصعق الكهربائية وأيضا جاء فيه الوزاري اثنان وخمسون اثنان وخمسون تقاس كتلة أي جسم بواسطة الميزان الرقمي الميزان ذو الكفتين أيضا موجود في النشاط ثلاث وخمسون مقدار كتلة الجسم ثابتة لا تتغير أربع وخمسون وزن جسمك على سطح القمر يساوي سدس وزنك على سطح الأرض خمس وخمسون يسمى الثقل المراد حمله في عربة الحمل بالمقاومة ست وخمسون سنارة الصيد عتلة من النوع الثالث سبع وخمسون مصدر للطاقة الكهربائية لها قطبان أحدهما موجب وآخر سالب هي البطارية ثمان وخمسون تتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية والضوئية في المصباح الكهربائي تسعة وخمسون لا يسري تيار كهربائي إذا كانت الدائرة مفتوحة لا يسري تيار كهربائي إذا كانت الدائرة مفتوحة ستون من مصادر الطاقة المتجددة الرياح والمياه والشمس إحدى وستون المنطقة المظلمة التي تتكون بسبب حجب الضوء تسمى الظل إثنان وستون من الصعب أن أرى الأشياء بوضوح من خلال مواد معتمة ثلاث وستون يحدث خسوف القمر بمعدل مرتين في كل سنة أربع وستون عندما يقع القمر بين الأرض والشمس على خط مستقيم واحد يحدث كسوف الشمس وإيضا في النشاط موجود خمس وستون يحدث كسوف الشمس عندما يقع القمر بين الأرض والشمس هذا جاء في الوزاري ست وستون يظهر قرص الشمس أسود اللون محاطن بهالة متوهجة في ظاهرة الكسوف أي كلي سبع وستون إن الكرة الأرضية تشبه ثمرة الخوخ ثمان وستون تسمى طبقة الأرض التي نعيش عليها بالقشرة الأرضية تسع وستون ترتفع القشرة الأرضية في بعض الأماكن مكونة الجبال وتنخفض في مناطق أخرى مكونة السهول وأعماق البحار سبعون تتكون القشرة الأرضية من نوعين هما القشرة القارية والقشرة المحيطية 71 تنعدم القشرة القارية في المحيطات 72 تتواجد القشرة المحيطية تحت المحيطات 73 الطبق الثاني من طبقات الأرض والتي توجد تحت القشرة الأرضية هي الستار 74 تسمى مناطق التقاء أو تصادم الصفائح بعضها ببعض حدود الصفائح تسمى حدود الصفائح 75 يقسم سطح الأرض إلى يابس وماء يقسم سطح الأرض إلى يابس وماء 76 وضع العالم الفريد واغنر نظرية لتفسير نشأة القارات اسماها بالإنجراف القاري 77 الزلزال هنا تعريف الزلزال هو اهتزاز القشرة الأرضية بسبب حركة صفائحها على طول الصدع 78 يسمى مكان بداية حدود يسمى مكان بداية حدوث الزلزال تحت صطح الأرض ببؤرة الزلزال 79 تقاس شدة الزلزال بمقياس يسمى مقياس ريختار 80 يسمى خروج الهمم والغازات من باطن الأرض بالبركان وهذا جاء في الوزاري 81 يطلق على القارات التي اكتشفها الإنسان حديثا بقارات العالم الجديد 82 الغلاف المانع هي الطبقة التي تلي الغلاف الصخري وتكون صخورها منصهرة بحالة جزئية 83 تحيط بالشمس منطقة حارة جدا تسمى تسمى الهالة 84 تزداد نسبة غاز ثناء أوكسيد الكاربون وتقل نسبة غاز الأوكسجين في جو المدن الصناعية 85 طبقة الغلاف الجوي التي تحدث فيها تغيرات الطقص هي الغلاف الداخلي 86 يحمي غاز الأوزون الكائنات الحية من أشعة الشمس المؤذية 87 على طبقات الغلاف الجوي وأبعدها عن سطح الأرض هي طبقة الغلاف الخارجي 88 مع مرور يمكن أن تنكمش مادة السدم على نفسها مكونة النجوم 89 يتكون السدين من سحب من الغازات والغبار الكوني ذات مظهر غير منتظم 90 وحدة قياس المسافة بين النجوم هي السنة الضوئية 91 يسمى تجمع النجوم بأشكال وأدوات وحيوانات معروفة بالمجموعات النجمية 92 تتكون الشمس بالنسبة الأكبر من غاز الهايدروجين أيضا هذا جاء في الوزاري 93 يسمى التجمع الهائل من النجوم والغبار والغازات التي ترتبط معا بقوة الجاذبية بالمجرات 94 النجم هنا تعرف النجم كرة من الغازات الملتهبة مترابطة بفعل الجاذبية وهي ذارة والحرارة والآن لدينا نماذج من المعادلات المهمة الموجودة في كتاب الصف السادس الابتدائي في مادة العلوم المادة المتفاعلة الأولى زائدا المادة المتفاعلة الثانية هنا زائد للدلالة على وجود أكثر من مادة متفاعلة بوجود الحرارة كوجود العام المساعد مثلا الحرارة فيكون المادة المنتجة الأولى زائدا المادة المنتجة الثانية وأيضا زائد هنا للدلالة على وجود أكثر من مادة ناتجة هنا عملية الاحتراق الورقة بوجود الحرارة يكون لنا كاربون زائدا غاز وأيضا هنا العملية هي احتراق كاربون زائدا أوكسجين بوجود العام المساعد الحرارة بوجود الحرارة يكون لنا غاز ثناء أوكسيد الكاربون هنا لدينا العملية تفكك سكر المادة بوجود الحرارة يكون لنا كاربون زائدا ماء اتحاد هنا العملية اتحاد هيدروجين زائدا أوكسجين بوجود الطاقة يكون لنا ماء وعندما نحلل الماء يكون لنا أوكسجين زائدا هيدروجين كما في المثال في الأسفل تحلل الماء بوجود التيار الكهربائي يكون لنا هيدروجين زائدا أوكسجين تكوين هنا العملية هي تكوين صوديوم زايدا أكسجين كون أوكسي صوديوم أيضا هنا تكوين العملية كبريت زايدا هيدروجين بوجود الحرارة كون كبريتيد الهايدروجين أيضا هنا تكوين مغنيسيوم زايدا أكسجين بوجود الحرارة كون أوكسيد المغنيسيوم أيضا هنا تكوين كبريت زائد حديد بوجود الحرارة يكون كبريتيد الحديد وهنا لدينا احتراق غاز الطبخ زائد أكسجين بوجود الحرارة يكون ماء زائد غاز تنائي أكسيد الكربون اشتركوا في القناة